أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول متى يُعذر الجاهل بجهله في مسائل العقيدة؟ إذا كان ليس عنده أحد يعلمه ما يجد من يعلمه ولا من يسأله فيُعذر إلى أن يجد من يعلمه ويرشده وهل مسائل العقيدة اليوم خفية وهي تُذاع وتُنشر في وسائل الإعلام بالمشارق والمغارب ويسمعها القاصي والداني؟ الله جل وعلا من حكمته أوجد هذه الأشياء لإبلاغ هذا الدين لما كان هذا الدين عاما للبشرية أوجد ما يُبلغه في الأول في الجهاد بسبيل الله ولما تعطل الجهاد جاءت وسائل الإعلام هذه المخترعات تُبلغ القاصي والداني في مشرق الأرض ومغربها الحمد لله فلا عذر لأحد الآن نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة